دعونا نحل بعض المسائل التي تتعلق بالقيم المطلقة وفقط كنوع من المراجعة عندما تأخذ القيمة المطلقة لعدد ما لنقول أنني سأخذ القيمة المطلقة لسالب واحد ما تقوم بعمله في الحقيقة هو أنك تقول كم يبعد هذا الرقم عن الصفر وفي حالة سالب واحد إذا رسمنا خط الأعداد هناك ذلك الخط مرسوم بشكل سيء إذا رسمنا خط الأعداد هناك هذا الصفر ثم لديك سالب واحد هناك حسنا إنها على بعد واحد من الصفر بالتالي القيمة المطلقة لسالب واحد هي واحد والقيمة المطلقة لواحد هي أيضا هي أيضا على بعد واحد من صفر وهي أيضا تساوي واحد إذن في مستوى معين القيمة المطلقة هي عبارة عن المسافة من صفر ولكن طريقة أخرى أبسط للتفكير فيها هي أنها دائما تكون النسخة الموجبة من الرقم فالقيمة المطلقة لسالب 7346 تساوي 7346 موجب إذن لنضع ذلك في ديننا ونحاول أن نحل بعض المعادلات التي تحتوي على القيمة المطلقة لنقول أن لدي المعادلة القيمة المطلقة لـ X-5 تساوي 10 وإحدى الطرق لتفسير ذلك وأريدكم أن تفكروا فيها هذه حقيقة كأن نقول أن المسافة بين X و 5 تساوي 10 بالتالي كم رقم بالضبط على بعد 10 من 5 وربما أنك قد وجدت حل هذه المعادلة ولكن سوف أريكم كيف نجد الحل بطريقة منهجية الآن هذا سيكون صحيح في حالتين إما أن تكون X-5 تساوي موجب 10 إذا كانت نتيجة هذه موجب 10 ثم عندما تأخذ قيمتها المطلقة فسوف تحصل على موجب 10 أو أن X-5 يمكن أن تكون نتيجتها ناقص 10 وإذا كانت نتيجة X-5 تساوي ناقص 10 عندما تأخذ قيمتها المطلقة فسوف تحصل على 10 مرة أخرى بالتالي X-5 يمكنها أيضا أن تكون سالب 10 كلا هاتين سوف يحقق هذه المعادلة الآن لحل هذه نضيف 5 لكل طرفي هذه المعادلة وتحصل على X تساوي 15 ولحل هذه المعادلة تضيف 5 لطرفي هذه المعادلة وX تساوي ناقص 5 إذن الحل هو أنه يوجد قيمتين لX تحقق هذه المعادلة حيث X يمكن أن تكون 15 و15 ناقص 5 يساوي 10 نأخذ القيمة المطلقة فتحصل على 10 أو X يمكن أن تكون ناقص 5 وناقص 5 ناقص 5 يساوي ناقص 10 نأخذ القيمة المطلقة فنحصل على 10 ولاحظ أن كلا هذان الرقمان هما بالضبط على بعد 10 من 5 دعونا نحل مسألة أخرى من هذا النوع لنقل أنه لدينا القيمة المطلقة لX زائد 2 تساوي 6 إذن ماذا يخبرنا ذلك؟ ذلك يخبرنا أنه إما X زائد 2 وهو ذلك الشيء داخل إشارة القيمة المطلقة يساوي 6 أو أن الشيء داخل إشارة القيمة المطلقة وهو X زائد 2 يمكن أن يكون أيضا ناقص 6 إذا كانت نتيجة هذا الشيء ناقص 6 ثم تأخذ القيمة المطلقة له وتحصل على 6 بالتالي أو X زائد 2 يمكن أن تساوي ناقص 6 ثم إذا طرحت 2 من طرفي هذه المعادلة سوف تحصل على أن X يمكن أن تساوي 4 وإذا طرحت 2 من طرفي هذه المعادلة سوف تحصل على أن X يمكن أن تساوي سالب 8 إذن هذان هما الحلان لهذه المعادلة وفقط حتى أجعلها تترسخ في ذهنك بأنك يمكن أن تتصور القيمة المطلقة كمسافة يمكن أن تعيد كتابة هذه المعادلة كالقيمة المطلقة لX ناقص 2 تساوي 6 بالتالي السؤال هنا يصبح ما هي قيم X التي تكون على بعد 6 من سالب 2 تذكر لقد قلنا هنا في الأعلى ما هي قيم X التي تبعد مسافة 10 عن موجب 5 مهما يكون الرقم الذي تطرح من موجب 5 فهذان دائما على بعد 10 من موجب 5 وهنا السؤال ما الذي يبعد 6 من سالب 2 وهو سيكون 4 أو سالب 8 يمكنك أن تجرب هذه الأرقام بنفسك دعونا نحل مسألة أخرى من هذا النوع دعونا نحل مسألة أخرى وسوف نعملها باللون البنفسجي لنقول أنه لدينا القيمة المطلقة لـ 4X سوف أغير هذه المسألة قليلا 4X-1 القيمة المطلقة لـ 4X-1 تساوي في الواقع تساوي 19 إذن فقط كما فعلنا في المسائل السابقة حيث 4 ضرب X-1 يمكن أن تساوي 19 4X-1 يساوي 19 أو أن 4 ضرب X-1 يمكن أن تساوي 19 لأنه عندما نأخذ القيمة المطلقة فسوف نحصل على 19 مرة أخرى أو أن 4X-1 يساوي سالب 19 ثم نحل هاتان المعادلتان نضيف واحد إلى طرفي هذه المعادلة يمكن أن نحلها بشكل متوازي نضيف واحد إلى طرفي هذه نحصل على 4X يساوي 20 نضيف واحد إلى طرفي هذه المعادلة ونحصل على 4X يساوي سالب 18 نقسم طرفي هذه على 4 فنحصل على X تساوي 5 نقسم طرفي هذه على 4 فنحصل على X تساوي سالب 18 على 4 وهي تساوي سالب 9 أنصاف أو 9 على 2 إذن كل من هاتين القيمتين لـ X تحقق عن المعادلة جذبها سالب 9 أنصاف ضرب 4 هذا سيصبح سالب 18 وسالب 18 نقص 1 يساوي سالب 19 تأخذ القيمة المطلقة فتحصل على 19 أو تضع 5 هنا 5 ضرب 4 يساوي 20 نقص 1 يساوي زائد 19 أو موجب 19 ثم تأخذ القيمة المطلقة ومرة أخرى سوف تحصل على 19 دعونا نحاول أن نرسم واحدا من هؤلاء فقط للتسنية لنقل أن لدي Y تساوي القيمة المطلقة لـ X زائد 3 هذه عبارة عن اقتران أو رسم وبداخله قيمة مطلقة لنفكر بسيناريو هان فيوجد سيناريو حيث الشيء بداخل القيمة المطلقة موجب بالتالي لديك السيناريو حيث X زائد 3 سوف أكتبها هنا X زائد 3 أكبر من صفر ثم لديك السيناريو حيث X زائد 3 أصغر من صفر لديك السيناريو حيث ليست دات علاقة بالتالي هذا الشيء هو نفس Y تساوي X زائد 3 ولكن متى تكون X زائد 3 أكبر من صفر حسناً إذا طرح 3 من كلا الطرفين فسوف تحصل لديك السيناريو حيث فهذا الرسم سوف تحصل لديك السيناريو حيث هذا الشيء بداخل القيمة المطلقة سالب في تلك الحالة سوف تكون هذه المعادلة Y تساوي سالب سالب X زائد 3 كيف يمكننا أن أقول ذلك؟ حسناً إذا كان هذا سيكون عدد سالب أي أنه إذا كانت X زائد 3 عدد سالب نحن نفترض هنا إذا كانت عبارة عن عدد سالب فعندما تأخذ القيمة المطلقة لعدد سالب سوف تجعله موجب وهذا كأنك فقط تضربه بسالب واحد إذا كنت تعلم أنك تأخذ القيمة المطلقة لعدد سالب فهذا كأنك فقط تضربه بسالب واحد لأنك سوف تجعله موجب وهذه ستكون الحالة حيث أن X زائد 3 هي أقل من صفر إذا طرحنا 3 من الطرفين عندما تكون X أقل من سالب 3 إذن عندما تكون X أقل من سالب 3 فالرسم سوف يبدو هكذا وعندما تكون X أكبر من سالب 3 فالرسم سوف يبدو هكذا إذن لنرى كيف سيبدو الرسم كاملا دعوني أرسم المحاور دعوني أرسم المحاور هذا هو محور X وذلك هو محور Y دعوني أجد حاصل ضرب هذه حتى نحصل على شكل M X زائد B فهذه سوف تساوي ناقص X ناقص 3 ناقص X ناقص 3 دعونا نجد كيف سوف يبدو هذا الرسم بشكل عام X أو السالب X ناقص 3 نقطة التقاطع Y هي سالب 3 إذن 1 2 3 وسالب X تعني أنه ينحني للأسفل له منحنى سالب قيمته 1 فهو سيبدو هكذا سوف يبدو هكذا ونقطة التقاطع X النقطة التقاطع X سوف تكون عند X حيث أنه إذا كانت Y تساوي صفر فالتقاطع سوف يحدث عندما X تساوي سالب 3 بالتالي سيكون من خلال ذلك الخط تلك النقطة هناك والرسم لو لم يكن لدينا هذا القيد هنا فسوف يبدو مثل هذا سوف يبدو مثل ذلك الشيء ذلك لو أننا لم نقيده بفترة محددة على محور X الآن هذا الرسم كيف سيبدو لنرى لديه نقطة التقاطع مع Y عند موجب 3 موجب 3 فقط مثل ذلك وإن يتقاطع مع X عندما تكون Y تساوي صفر فإن X تساوي سالب 3 فهو بالتالي يمر من خلال تلك النقطة هناك أيضا وما له يساوي واحد فهو سيبدو مثل هذا الشيء ذلك ما يبدو عليه هذا الرسم الآن ما وجدناه هو أن هذا الاقتران للقيمة المطلقة يبدو مثل هذا الرسم الوردي عندما تكون X أقل من سالب 3 بالتالي عندما تكون X أقل من سالب 3 فهو بالتالي عندما تكون X أقل من سالب 3 فهو سيبدو مثل هذا الرسم الوردي هناك ذلك عندما تكون X أقل من سالب 3 لكن عندما تكون X أكبر من سالب 3 فإنها تبدو مثل الرسم باللون الأصفر هذا أنها تبدو مثل ذلك إذن هذا الرسم يبدو مثل حرف V عندما تكون X أكبر من سالب ثلاثة فهذا موجب إذن لدينا رسم لدينا ميل موجب لكن عندما تكون X أقل من سالب ثلاثة فأساسا نأخذ سالب الاقتران إذا أردناها بتلك الطريقة بالتالي لدينا هذا الميل السالب بالتالي سيكون لديك هذا الاقتران على شكل V أو هذا الرسم على شكل V وهو يدل على اقتران القيمة المطلقة